مطار بغداد باب العراق على العالم والعكس يقصف مجدداً بالستة صواريخ أحد تلك الصواريخ أصاب طائرة العراق الرئاسية الخارج عن الخدمة والتي تحمل تسجيل YIAPX وعلى ما يبدو أن التمرد أصبح ثيمة الانفلات الذي بات يضرب أمن البلاد ومطار بغداد الذي حصد إنجازات واسعة بات الآن تحت وقع التهديد الأمني الذي يضر بسمعة العراق قبل أي شيء الطائرة الرئاسية أهدتها إيران إلى حكومة نور المالك عام 2007 إذ كانت تنقل الحكومة بطاقم إيراني من شركة مهانة الإيرانية المعلومات حصلنا عليها من رابطة الطيارين العراقيين عبر منصتهم الرئيسية وأكدت أن الطائرة الخارج عن الخدمة تبين منذ إهدائها للعراقيين حاجتها للصيانة المكلفة للغاية والتي تساوي سعرها تنقلت مسيرة حياة الطائرة منذ ولادتها من شركة مصر للطيران إذ دخلت الخدمة عام 1983 ثم بيعت إلى شركة يابانية عام 1990 ثم استقرت لصالح شركة مهانة الإيرانية عام 2006 لكن إيران أهدت الطائرة للعراق بعد تجاوز عمرها المقرر عام 2007 تحت تسجيل YI APX لتبقى بعدها في ساحة سكراب الطائرات بمطار بغداد إلى هذا اليوم وعلى ما يبدو أن التشابه من باب الصدفة غريب ومثير فالصواريخ الخارجة عن القانون حلقت بأسرار الطائرة الرئاسية الخارجة عن الخدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا